بعد لقائه مع رئيس فلاديمير بوتين الاثنين في موسكو على نوزير الخلجي الروسي سيرجيل لفروف أن روسيا ستطرح مقترحة على البلدان الغربية من أجل تسوية الأزمة في أوكرانيا وقال لفروف في تسلحات صحفية أن موسكو أعادت مقترحات خاصة تهدف إلى عادة الوضع في أوكرانيا إلى إطار القانون الدولي إعلان لفروف قبلته واشنطن بقولها أنها تريد أدلة على استعداد موسكو لإحتواء الأزمة الأوكرانية ودعت الخارجية الأمريكية روسيا لثين إلى أن تبرهن استعدادها لتحرك بشأن مجموعة مقترحات أمريكية طرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على نظره الروسي تهدف إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا على صعيد آخر أعلن حلف الأطلس إرسال طائرات استطلاع للقيام بمهمات استكشافية في أجواء بولندا ورومانيا في طار مراقبة الأزمة في شبه جزيرة القروم الأوكرانية